في مدينة يصعب التنبؤ فيها بسير المواجهات حيث تأخذ المعارك في تعز منحاً أخر في العديد من الجبهات فبعد أيام من محاولات الميليشيا إعادة حصار المدينة بالسيطرة على جبل هان المطل على خط الضباب انتقلت المواجهات إلى ريف المدينة وتحديداً إلى مديرية جبل حبشي المواجهات العنفة هدف من خلالها الجيش الوطني إلى استعادة جميع المواقع التي سيطرت عليها الميليشيا وهو ما تحقق من خلال استعادة السيطرة على جبل القوز الاستراتيجي في منطقة الأشروح بعد سقوط قتلى وجرح في صفوف الميليشيا وبالسيطرة على جبل القوز يكون الجيش الوطني قد قطع الطريق على الميليشيا في الوصول إلى المسراخ ومنها إلى جبل العروس المطل على مدينة تعز وهو الأمر الذي كان سيشكل تهديداً آخر للمدينة المحاصرة وبموازات ذلك اشتدت وطيرة المعارك بين الجيش الوطني والميليشيا الإنقلابية في الأطراف الجنوبية لمديرية مقبنة المواجهات جاءت عقب شن الجيش هجمات نوعية على مواقع الميليشيا هناك وبالمجمل فإن صورة حسم المعركة في تعز بعد ثلاث سنوات من الحرب يبدو غامضاً وبعيداً عن أي طرف حتى الآن إلا أن ما هو واضح أن الحرب لا تزال تفقم من وضع هذه المدينة المحاصرة بشكل يكبر كل يوم